شرعت المحكمة العليا الإسرائيلية في بحث مدى قانونية تكليف متهم في قضايا فساد بمهمة تشكيل الحكومة وذلك على خلفية اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بقضايا فساد وبسبب احتمال حصوله على تفويض تشكيل الحكومة مجددا بعد انتخابات الكنيسة التي ستجري في آذار القادم ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية فإن المحكمة العليا ستنظر بتركيبة ثلاثة قضاء في الموقف القانوني الذي سيصدره المستشار القضائي للحكومة أفخاي مندلبليت حتى موعد أقصاه يوم الأحد المقبل حول مسألة التفويض هذا وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو قرار المحكمة الذي ألزم مندلبليت بإصدار قرار حول موقفه من تفويض متهم بقضايا فساد قائلا إنه في الأنظمة الديمقراطية من يقرر قيادة الشعب هو الشعب نفسه وليس أي جهة أخرى